تجريبة ناجحة 100% مع شكنات منزلي اللي يمكنك انك تزيني به البانكيك تزيني به الكيكات جربته ونجح معايا من تجريبة اللولة دكشي علاش قرص انني نشاركو معاكم هنايا غادي تحتاجوا شصاشيات مهم بغاش نتقام قبل وليك العودة في المونتاج ولا بقع عودتها مهم جو شصاشيات ديال الكاكاو المر غادي تحتاجون كاس ديال الحليب المجفف كاس ديال الحليب بارد عادي اي نوعية هنيت قريبا نسب كاس ديال سكار سقيل اه او سكار جلاسي الى ما عندكوش سكر جلاسي شادو سنيده طحنوها مزيلاadas اعطاكم سكرßen المهم فتى ديال كأس نيوا مش قرص سكرجلاسي ديري اختي كسانيده طحنه مزيلا واضح تضisu المهم هنية هنية ارحية حتى ديال الكاكاو الحلو المهم هنية رأي طريقة سهلا وسهلا unexpectedly كدير المكواينه Mightقوا فقط الحليب كيف ماشيوتو الحليب المجفف بالنسبة للحلي بمجففشتو دك الصاشيات اللي كتشيري وديال نيدو جوج رايي جوج كافين غاليديرو لك كاس واحد شوية بغيتو عاقد كتزيدو دك شوية بغيتو غي شوية خفيف غاليديرو جوج صاشية ونص المهم هنا ينص كاس ديال سكر سقيل بالنسبة للسكر سقيل راه الى بغيتو الحلوة زيدو وما بغيتوش الحلوة باركة لان نحنا يديرين هاد الكاكاو الحلو مكيلش نزيدو الحلوة بزاف ديرتو الكاكاو المور يعني ما عندكم شو الكاكاو الحلو وعندكم غير الكاكاو المور ديرو كاس كبير ديال سكر غلاسي كاس كبير ديال سكر غلاسي يعني كاس ديال سكر غلاسي بدل نص كاس المهم هنا يغاني نديرو الكاكاو الحلو دك شعلاش دس انا غين نص كاس ديال سكر غلاسي صافي هانتم مشتور المكوينة سهلين كلهم كديرو مدقة واحدة هاد الشكلات كيوجد في دقائق تقدري انك يديريه غاناش تقدري يديريه الكيكات ديالك تديريه لك خيب تديريه البانكيك أي حاجة تدهن بالشكولات تديريه لها المهم هنا يا غاني نزيد الكاكاو المر غاني نزيدك جوزة الشيات آه أنا نطقتها مزيان صافي مهم غاني نديرهم يعني الطريقة اللي صراحة المدق فيه زوين والديد لأنه عارفين الحليب الجاف كي يعطي واحد اللي هي زوينة وحنا رعا أغلى بيتنا ما عاش وشانتو ما كنتو كيديروها كنا كنمشوا ونشفروا ونناكلوا على فداء كركيج ونناكلوا هكذا في المعي هكذا كنيشان هو وذك الحليب اللي كنا كنشيروا في البواطل اللي بيبي من فغماسي ولي 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 شعلك كنت كنناكل فيه الله يسمح لي يا أخويا اللي تابعين أخويا الصغير ولي كان كي ياخدوه بزا في ذلك ساعة أنا كبرت شوية كتحطوه ماما كتلقى نصل قرعا فيه الله يسمح لينا المهم ما علينا هنا يا غدي تحنو كل شي دقة وحدة يعني دوك المكوينات كاملين باش سهله هاد الوصفة كل شي كتديروه دقة وحدة كتتحنوه إلا ما عندكمش إلا عندكم داك الميكسر دياليد مزيان إلا ما عندكمش بحالي ديروه أي طحانة ولا هاشوار المهم اللي عندكمش حاجة اللي غدي تطحنوه مزيان غدي تنخضوه مزيان باش كيت ديكلاتي دوك المكوينات كيتخلطوه مع بعضياتم كيبقى لكم لحوبيبات لوالو أهانتوما أنا يشتورا جاوني شوي يخفيف زيط الحليب المجفف الحليب المجفف كان أكد مش الحليب السائل كان نزيد الحليب المجفف باش تزيد تعقاد مهمتوما را كيف مكتلكم لاتكستور ديالو باش ما بغيتوها تقيلة باش ما غدي تزيدو الحليب المجفف يعني انتوما اللي غدي تحكمو في تقل ديال الشوكولات المهم هنا يرى أنا زيت واحد شوي غدي نوريكم شكل ديال لاتكستور ديالو المهم او الحاجه اللي زوينا في هاد الشكلات زيادة عن الماداق انه بنين وشي حاجه اللي مصيبها بيديك وعهرفة شنو كين فيها وحاجه واحد اخرى غادي تحتفظوه في فتلاجة هانتو مش فتوكش حلق عاقد هانتو تقيل تبارك الله صافي اه هنايا غادي نحتفظ في فواحد البواطة هاد البواطة تقدرو تحتفظو بها عشرية متى الخمسة التاشر يوم يعني والحاجه الزوينة يعني توليدات كي لكي بغوا يدهنو لالتوست او لالخبز ولا اللي بغوا راها تعطيه لهم يدهنو بي وياكلوه وما الصراحة كي خرج واحد الكيمياء اللي لا بأس بها غادي سبقالك مدة طويلة اه كي الناس اللي غادي بغوا تحتفظو بي فالقونجيلات تورج بالنسبة لي كيك اما يلا بغتي تكون يزع ما يوميا اه دير يوميا را تقدري تحطيه في غيف تلاجة بغيتي انه سمجورة غاي كتجبديه بواحد نصف ساعة عقباله لا را تكستور كتبقى هي هي هانتو مش فتوش حال عاقد المهم بالمناسبة انا ده بدرت البانكيك دكشي ما 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 شاركش معكم الوصفة دي البانكيك ولكن اه كنت وجدته يعني من قبل باش نوريكم كيفاش غادي ندهن به يعني كيفاش طريقة دياله دكشي قلت علاش الله غادي نشاركها معكم المهم هانتو مره طاسة تبارك الله خرج ورا غادي ادي لكم واحد الكيمياء اللي هي لا بأس بها ومدة طويلة مهم هنا يا صيبت البانكيك وقلت علاش الله غادي نشاركهم معاكم اه كي جوا سهلين حتى هما وكيوجدو في دقائق يعني ماشي قاع دقائق المهم هادك ديال الشوكولات را تقريبا تقدري توجدها اه واحد عشرة دقائق ولا البانكيك تهوت قريبا واحد ربع ساعة ولا كتلقي ساليتي ديك الكيمياء اللي 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 نصيب إلا بغيتوا الوصفة ديال البانكيك ولا الطريقة دياله خليوها ليه في كومنتار وعلاش الله ندينيكم فيديو خاص بالبانكيك الطريقة دياله صراحة ناجح وزوين والديد وفي نفس الوقت عادي واحد المدق فيه زوين وسبونجيو دك كتحسي بحل بونجة مهم زوين زوين صراحة وكيوجد سهل دغية كيوجد حتى هو من الوصفات اللي جربتهم وناجحين يعني ومقادر اللي هي مضبوطة طق طق كيصدق دك شي كيفما شفتي كيفما هو يعني انا كنجرب معاكم مش حال من حاجة صدقات را كنقولها لكم ما صدقات شرا كنتش تشوفها بعينكم المهم هنا كيفما شفتو البانكيك را كتخليغي كيطيب واحد شوية من واحد الجيهة را تقريبا اي واحد نص دقيقة تلقيقة سوف يوك تقلبي الجيهة الخرا ومزيان هالتحميره في هاد القياس إلا زيتو شوية حمرتو على هكا كيجي مدق دياله ما هواش يعني هالتحميره اللي كتشوفو فيه بحال هكدا هدا هو القياس دياله المهم هنا بطبيعة الحال انا غني نكمل الكمية اللي عندي ديال البانكيك وغني نوريكم كيفاش دهنتو يعني بدك الشوكولات دك الشوكولات انا دهنت به هاد البانكيك الممكن لكم دهنو فيه كيفما كديكم الكخيب اللي كيك المهم لي عندكم الحاجة قاعد لي كتدهن المهم هاد هاد البانكيك باش زوين اه شي حاجاني مختلفة وزوين اه يعني تقدري تديري كات حلية في الخر ديال زمان مع الواجبات اولار في رمضان احنا اصلا بزار كنصايبو المملاحات وكدروري كنبغيوش حاجة حلوة يعني الى بغيتي شي حاجة حلوة وكيعجبك هاد الشكل ديال 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 الحلاوة جربيه را ما غاديش مالي صراحة الوصفة انا جربتها مرة وجوجو ثلاثة مضبوطة وكتخرج لك بحال هكا كيفما كتشوفيها بعينك مهم هنا يا ما تحمروا على وجوجو جوايه غالي ناخدهم غي انا الغالات اللي درس هو كان باقي سخون ودهنتم يعني حاولوا انكم تخليوه تيبرد عاديك ساعة دهنو باش ما تسحش الى انتوما كتعجبكم انه شوكولاتي سحة اه دهنو هاد شي انا راها انا يا انتوما شفتم بغيتي باش نوريكم شوكولات كيفاش غانيندهن به انتوما و بنتفاق حيبت كيفا قد يجبت وحيزة عاقد و تسحنه هدك شي علاح صاحة المهمه اه غادي او انا يا بلي في خويستك يعني اه اه شديت المكسارات القرقاع اللوز الكاجو ودهك شي اتحنتهم شوية في الهاشواه غيها كام هرمشين و غادي او زينهم هاكده من الفوق انتوما تقدرو تزينوه باش ما بغيتو تقدرو تخليوه غيب شوكولات قدرو تزينو حتى بالكوفيتير موينة بنيسبة البنكيك يعني الوصفة ديالو زوينا صراحة ويلا بغيتوها ران نجربها معكم ولكن تعودتوا في شوقية را نقدر ندي لكم فيديو هنا يا انا را بقى كان زين ها انتم ما غاليتشوفوا اليد دي الولدي هما غاليتشوفوا اليد دي الولدي هما غاليتمشي تنغق لكم وش ممكن ينضغ او باش تعرفوا الحاجة اللي بنينا كل شي كي يتلاح عليها ما يخلوك شاش كملي انت تصايبوه ما ينضغوه المهمة علينا هنا يا شوفوا وراها كيف ما قلت لكم يعني اه الادر شو هو وباقي سخون غادي يسح ليكم اه حاولوا انكم تخليوه وغاني نوريهم ليكم منين بردوا يعني واخد شوفوا ممساحوا راه منين كي بردوا اه كي بقوا محافظين على الحجم ديانهم يعني حاولوا تخليوه البانكيك تي برد عاديك ساعة دهنوا بيه دهنوا بشكلات ديالكم انتم را قادي يجوه مفجر وغاني نجربها معكم في هذا البانكيك هذا نوريكم الطريقة خديثها هاكده انتم مش تيش حال عاقد وكيف ما لكم بغيتو يجيكو معاقد على هاكده كتر زيدو زيدو الحليب المجفف انتم مشتو ومازالها ديرا بقى شوية دافية يعني باش مما كانت باردة باش مما كان مزيان مهم هنه بطبيعة الحال انا غاني نكمل دك البانكيك ديالي كله تحتن طيبو وبغيت غين وريكم شكل نهائي هانتم راحنا بدو كي بردو بردو لي بانكيك دا كشي علاش راح شتور للشوكولات راح راح جمد عليهم ما بغيتوش يدهنوهم قاعوا تخليهم هاكا غيم ستفينو الولاد وليدتكم اللي بغاي يحلي بشي حاجة يحلي وبغوي يكلو هاكده وتقدرو تخليوه المهم كان هذا فيديو ديالشوكولات نتمنى انه يعجبكم ما تنسوش اللايك و الاشتراك في القناة شاركو مع صديقات ديكم باي 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 بسلامة ترجمة نانسي قنقر